هروب اعداد كبيرة من ارهابي داعش اثار مخاوف اهل الانبار بعودة داعش مجددا الى المحافظة داعين الى ضرورة مسك الحدود بين العراق وسوريا تحسبا لاي تسلل ارهابية يربك المشهد الامني المواطن هسا قام يتحسس بخوف ونحن ناشد المسؤولين بمسك الارض خاصة بين الحدود العراقية والسورية وما دعونا نرجع للمربع الاول والتهجير والمواطن هسا اصبح يتخوف من هاي القضية فنحن ناشده بمسك الارض بين العراق وسوريا ونحن تحسس عند المواطن العراقي بقى هروب قسم الدواعش القوات الامنية ارسلت تعزيزات اضافية الى الشريط الحدود المحاذي مع سوريا وعززت من مقاتليها لمنع عبور الارهابيين الى الاقضية الغربية مؤكدين جاهزيتهم لردع اي تحركات مشبوهة ردع لكل من تسوي نفسه بتسلل الى داخل الاراضة العراقية او داخل المدن اليوم اخذت على عتقها حتى ابناء العشار بعدم ايواء او استقبال اي غريب او اي دخيل من هذه الاصابات الاجرامية اليوم الوضع كما اسلفنا مستقر امنيا امننا كبير ان شاء الله بان يكون هناك تواصل ما بين القيادات الامنية لاسيما قيادة الجزيرة والبادية وقيادة عاملة الانبار وقيادة الشرط المحاذة الانبار وقيادة الحشد من اجل ان شاء الله عدم تسلل الاصابات الاجرامية داخل الاراضة العراقية ووفقا لمراقبين في الشأن الامن فان هروب عدد كبيرة من الدواعي سيكون له تأثير سلبي على امن واستقرار الانبار بحكم جغرافيتها المحاذية للحدود السورية داعين الى ضرورة تعزيز المناطق الحدودية والاهتمام بها والحفاظ على الامن المتحقق هروب جماعي باعداد كثيرة جدا من هذه المناطق ممكن العراق يتأثر والتأثير قد يكون من الحدود السورية العراقية المحاذية لمحافظة الانبار وقد ايضا يشهد هناك لا سمح الله خرق امني فانا اتمنى بصراحة وكل الاخوة الباحثيين والمقيمين لهذه الحالة ان يكون هناك دعم امني واسناد للمناطق الحدودية من اجل الحفاظ على ديمومة هذا الامن المستدام هروب مئات الدواعش من السجون السورية ضمن مخطط جديد لاستهداف الاراضي العراقية دفع بقواتنا العسكرية لاتخاذ الحيطة والحذر لمنع تسلل الارهابيين باتجاه المدن العراقية من الانبار معاذ الفهد قناة التغيير